مساء يوم جميل. النهاردة الخميس تلاتة سبتمبر عشرين عشرين. اهلا بحضراتكم. بيقولوا الدربة اللي ما بيتموتش بتعلم. بتقوي. اه وبالتالي اه مهم جدا ان احنا اه نتعلم من التجربة القوية اللي مرينا بيها اه العام الدراسي الماضي. اه طبعا كانت تجربة صعبة على الجميع لكن اعتقد الكل تابع حتى اللي ما كانش داخل فيها اه كان متابع وشايف اللي بيحصل. وطبعا اه الدفعات الجديدة اللي دخلها ثانوية عامة اه ضروري جدا انه هم اه يستفيدوا كويس من الدرس. اه طبعا هناك اه الكثير من المستجدات اللي حصلت في العام اه الدراسي الماضي. اه اه ضروري جدا ان احنا نتعلم. وما نكررش الاخطاء اللي اه وقعوا فيها الدفعات اه السابقة. اه طبعا اه كان شيء من الدروس المستفادة منه ان احنا اه اه نمضي قدما في طريقنا وما لناش دعوة باي حاجة. الناس اللي عملت كده هي الناس اللي تفوقت. هي الناس اللي ادرت انها تكتاز هذه المحنة وحققوا احلامهم ودرسة اللي هم عايزينها. اه فضروري جدا ان احنا اه نركز. مفيش حاجة اسمها اخدها سنة عادية اه وتعامل معها عادي. لا هي مش سنة عادية. ما نتحكش على بعض. هي سنة محتاجة تركيز. هي سنة مصيرية. طبعا احنا لسه فيه اشياء كثيرة مش عارفينها. مش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. مش عارفين السنة دي هتكون ازاي. طريقة تعاملنا ازاي. احنا بنسمع عن نظام جديد ونظام تقييم جديد. لكن لما بنشوف المدرسين بيشرحوا. لسه بيشرحوا بالطريقة التقليدية القديمة. طب ايه الجديد? مش تقييم جديد. يعني برضو شرح جديد. ده اللي عايزين نعرفه ونفهمه فيه الفترة القادمة. يمكن لسه سيادة الوزير ما اعلنش عن كل التفاصيل. لكن طبعا احنا كلنا محتاجين نعرف. لكن ما نبقاش قلقانين. يعني ناخد نتعامل مع الامور بهدوء. وطالما احنا مركزين فاكيد ان شاء الله حنيوصل. طبعا النهاردة من خلال هذه الحلقة عايزين نقدم لكم بعض النصائح والارشادات للجميع. سواء للطالب او للمدرس او لولي الامر. يعني عايزين نبدأ سنة جديدة صح. وعايزين ان شاء الله انها في نهاية المطاف تكلل بالنجاح والتفوق ونحقق فيها كل اللي احنا عايزينه. ازاي نعمل ده بهدوء وبعقل وباعمال العقل وبذكاء. يعني دي اهم نقطة هنتكلم فيها النهاردة مع الخبير النفسي والتربوي دكتور احمد حجاج برحمة محركة على الله. اهلا وسهلا في المحركة. يعني طبعا هي التجربة كانت قصية على الجميع لكن خرجنا منها باشياء جميلة كثيرة. والله يا سيد زياسر هي هي التجربة كانت الاول الناس مفكرينها قصية. لكن بعد ما خلصت حسوا ان كانت فرصة. السنة اللي فاتت ديت كانت فرصة لكتير جدا. ناس كانت مستواها اه يعني اقل من من المتوسط وناس كانت جايبة في الترمي الاول درجات متدنية. والابحاث والالحاجات ديت رفعتهم بطريقة رهيبة جدا. فيه ناس جابت الفولو مارك في الابحاث. سوا بقى هم اللي عملوها غيرهم عملوها هم استفادوا. هم استفادوا حتى من الايه الفترة ديت. وعلى الاقل اللي عرفوا الابحاث بتتعمل ازاي. الحظ لما بيلعب دوره. اه. مرة. واثنين وثلاثة. مش هيبقى كله مرة. مش هيبقى كله مرة. اه فحنا بقى يبدو ايه. هي تجربة اه كان لابد ان احنا نخلينا بنا ان كانت نتوقحها. هو ما كانش حادي متوقح. بس دي هتخلينا بعد كده ان نتوقع انه ممكن يحصل اي حاجة تاني. نبقى جاهزين. اه. وليه الامر الطالب. هو في تخوف يا دكتور. يعني في ناس لسه انا مش عارفة. هو ايه الجديد? هو ايه اللي حيحصل? اه. واحنا ازاي هنمتحن? اه. طب احنا قبل كده كنا بيبقى عندنا منهج محدد بنذكره بنحفظه بنتعامل معه باي وسيلة. وبندخل نحطه في الامتحان وبننجح وبنجيب اه الدرجة النهائية كمان. اه. اه النظام لسه غير مفهوم. اه. ففترة الالأ دي والترقب اه ازاي اه نتعامل معها جميعا? اه حضرتك الوزارة البيئات التعليم يعني حاليا على قدم الوساق بتجهز ما يطمن ولي الامر والطالب والمعلم. كله خايف ومتخوف ومحتار وهيبقى ازاي وهكذا. لكن انا بطمن الجميع انه اه فيه امبارح بعض الحاجات نزلت من من الوزارة. وفي الاسبوع ده ان شاء الله قبل ما هي انتهي. اللي هو من من السبت كده للخميس. فيه حاجات نزلة. هتبين كل التفاصيل بتاعة العام الدراسي الجديد ان شاء الله. وآآآ بحيث انه يبقى كله اه يعني خلاص اقتنع و ودي مهمة جدا. لازم كله يقتنع ان هتعدي هتعدي وهتيجي وهتمره. وهيبان كل حاجة من من الكيشهات لغاية السنوات العامة. هيبادل. يعني انا اه سعيد جدا بالحماس الموجود عند كتير من الطلاب. اه بالذات اللي بيتعاملوا معنا مع قناتنا. ليه? لان القناة لما بدأت الدروس اه امبارح كانت بداية الدروس لسنة تالتة سنوية. وكنا بدئين من قبل كده بحوالي اسبوعين اه معقولة وتانية سنوية. شفنا كم حماس غير عادي من الطلاب. وآآ متابعين وبيذكروا معانا. وآآ متفاعلين جدا معانا. وآآ ويعني كلهم امل وطموح ان هما آآ يحققوا حاجة. فطبعا دي حاجة احنا بنحييهم عليها. وكمان يعني بنأمل ان احنا نكون عند حسن ظنهم فيها لحد اخر المشوار. آآ لكن برضو آآ في بعض الناس المتخوفة. هو انا ازاي بعد ما كنت باخد درس خصوصي? خلاص مش هينفع ااخد درس خصوصي. ازاي هتعامل بالمنصة? ازاي هتعامل ان انا بس بتفرج على درس في التلفزيون? هو ده يكفي? آآ ازاي مش هروح المدرسة بالنسبة للمسلا الناس اللي هي في غير السنوية العام. آآ ازاي مش هروح السنتر? فآآ طب انا ازاي هنجح? ازاي هتعلم? طب ازا كان في ناس كتير من اللي في العملية التربية نفسهم لسه مش فاهمين النظام الجديد. فانا هفهمه ازاي كطالب? طب او كولية امر. آآ وبعض الناس بتدعي انها فهمة. وهي للأسف مش فهمة. فالظروف دي كلها يعني عاملة حالة من التوتر. آآ كبيرة جدا. احنا هنطمن ولدنا انه آآ لغاية الان في حاجات نزلت. اقول عليها اللي انا ما اقدرش اقول على حاجات لسه ما نزلتش. لا مش آآ يعني اللي احاسب عليه اللي انا بقوله حاليا اللي نزل. يا ولدنا من كيجي ون لغاية سنة التالتة ابتدائي دول هيروحوا اربع ايام في الاسبوع. طيب هل كلهم هيروحوا الاربع ايام دول زي بعض? لا هيبقى في زي زي الفصول المتحركة زي الكريسة المتحركة كده. هيروحوا في ناس هيروحوا اربع ايام بقيتهم هيروحوا اربع الايام التانية وهكزا. طب بقيت الصفوف الابتدائي. اه. ربعة وخمسة وستة هيروحوا يومين. اه. واعدادي هيروحوا يومين. طيب الايام التالتة دي اه السنوي بقى? والسنوي اه. يومين. يومين. اه. كل السنوي يومين. كل السنوي يومين. اه. يبقى ازا برضو في شرح في المدارس. اه. في جدوان. يعني نتمنى ان ده اه ينطبق على سنوية عامة. اه حضرتك هو ده المدارس تبقى شغالة. المدارس الشغالة واليومين موجودين. اه. وهيبقى في يعني. طب المواعيد. اه المواعيد. كل مدرسة هتشتغل فترتين. اه. دي بقى اللي فيه ناس هتعترض عليها. لكن هو لازم يتعمل كده عشان يقدر يغطي كل الاولاد يروحوا المدارس. يعني هيبقى فيه اعداد اقل ما فيش كثافات في المدارس. طبعا لانه هيفرد. اه. هيفرد عشان يملى يعني مسلا مدرسة بابتدائي بتاخد مسلا من اولى ابتدائي لغاية سنة ستة كانت الاول. تبدل الوقتي هو هيشيل رابعة وخمسة وساتة. يبقى فصولهم موجودة فضية. هيروح موزع عليهم بقيت الفصول اللي هي بتاعت اولة وتانية وتالتة. هتتوزع فاذا كثافات هتقل. اه. وهكذا. طيب وبقيت الايام. اه. شغالة كلها فن. اه. شغالة. هي شغالة. لكن انا مثلا كطالب انا حروح المدرسة يومين انا عندي ايام تانية. اه. هل هيبقى فيه اي بروجرام معين اه لتنفيذ مثلا خطة اه اه تعليم اونلاين. اه هيبقى فيه بقى جدول معروف والمدارس وهينزل في المدارس جدول للتعليم الانلاين اللي هو يكمل ما اخذوه في المدرسة. اه. يبقى ازا برضو وهيبقى برضو منصات اه اه التفاعلية. اه. وتبقى عبارة عن زوم ويعني هو فيه حصل اه من اسبوع كده انه خلاص الوزارة تعقدت مع الوسائل الاتصالات انه اه خلاص التعقد حصل وهتنزل التعلم الالكتروني ده. وهيبدأ بقى الناس يعني يعني تشوف حاجة جديدة في التعليم بقى. التعليم هي هي هيطور وهيبقى فيه حاجة جديدة. وليه الامر هيبقى مشارك في العملية. وليه الامر لازم يعني يتسم بالوعي الجامد عشان يقدر يقعد مع اولاده ويشوف كده ويتفاعل معهم وهكذا. اه. في الحاجات دي برضو هيبقى ليها لينك وليها تسجيلات يعني ممكن يسجل ويبقى هيبقى ليها لينك برضو ويسجل ويعيد تاني. اه. لكن هو بقى التخوف من حاجة برضو دي. هو التخوف اكتر من ان يعني دي برضو محتاجة مهارات معينة مش موجودة عند ناس كتيرة. احنا اللي لازم نفهمه جماعة ان الناس مش بس في القاهرة. الناس في الاقاليم وفي المحافظات ومناطق نائية. اه بزبط. وفي مناطق ريفية وفي مناطق يعني اه اه التعليم فيها بالنسبة للاهل مش بالدرجة القوية. تعالين بسيط في ناس بسيطة جدا في القرى والنجوع. فيعني الموضوع مش هيبقى سهل بالنسبة لفئات كتيرة من الناس. في في بقى حاجات تمشي مع كل الفئات. يعني هل مثلا كل الفئات ما يعرفش ينظم وقته. هيعرف ينظم وقته. يبقى عارف وليه الامر حتى اللي في النجوع وفي القرى عارف ان ايه ابنه هيروح يوم ايه المدرسة وهيبقى يوم ايه? والمنصة دي هتشتغل امتى? ومواعدها ايه? هو دلوقتي ضروري جدا جدا جدا. ان اه الاباء مسئولياتهم تزداد. ويشيلوا جزء كبير من اللعب اللي كان اه من يعني يشيلوا جزء كبير من الدور اللي كان بتقوم بيه المدرسة. ايه. لازم يكون فيه اشراف. ولازم ده فيه بعض الناس يعني بيتابعوا البرامج التعليمية وبيشرحوا لابنائهم. اه بيشاركوهم اه بيساعدوهم بقدر الامكان. اه بزبط. اه فهنا مشاركة الاهل والاشراف على الطلاب ضرورية جدا. مهم جدا. هو هيبقى كده. اه الاهل هيشتركوا. يعني لازم يشتركوا. ولازم يبقوا عندهم وعي. ويمسك ورقة وقلم كده ويقعد جنب ابنه عشان لو فيه اي مصطلح اي فيه حاجة مش مفهومة هو يكتبها. وبعد ما تخلص الجلسة التعليمية هو بقى يقعد مع ابنه ويقدر يجيب له الحيطة دي ازاي ويشرحها له ازاي ويقولها له ازاي. تمام. دي مهمة جدا. اه. طبعا فيما يتعلق بالاستعداد نفسه للمذاكرة. اه. دي حاجة برضو اه ضرورية جدا. دايما البداية الموفقة بتقود الى نهايات جيدة. اه الاستعدادات بتبدأ بتنظيم الوقت. هو مش بس تنظيم الوقت وتنظيم كل حاجة. تنظيم الحياة. اه. هو الوقت. هو الوقت بتاع الكل يعني مش مش هنظم مذاكرة بس. ده هو هينظم. يعني انا انظم وقتي. اه. وانظم مكان مذاكري. وادارته. اه. وادارتي وقت. اه. دور هنا برضو الاهل في انه هما. يعني. يساعدوه. 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 يعني بدعم نفسي. زب. لأبنائهم. يحققلوه. اه. بحيس انه هما ما يدخلوش متوترين. بالزبط. اه. الاهل عليهم دور كبير جدا. انه اه. يساعد ابنه على انه ينظم وقته ويديره. ويبقى متابعه. وفي جدوله. بينام امتى. بيقوم امتى. بيأكل امتى. بيصلي امتى. بيخرج امتى. اه. بيذاكر امتى. بدون شدة. بدون شدة. اه. بدون شدة. اه. كان في حلقة عملناها كاملة على تنظيم الوقت قبل كده. اه. وقلنا كده انه لو كل ولد عمل جدول كده. لحياته اليومية. وعلىها على مكتبه كده. على في باب قطه كده على الاقل حتى بابا ومامته بيبص على الجدول يعرف هو بيعمل اي دلوقتي. طبعا. اه. انا قابلت اه. طبعا اه. اه. اجمعوا كلهم ان اهم حاجة عشان الواحد ينجح ويتفوق. انه يحب الحاجة اللي هو بيعملها. بدون حب للحاجة اللي بيعملها مش هينجح ولا يتفوق. الموضوع مش ان انا اذاكر عشان الامتحان. لا لا. الموضوع ان انا. اه. مثلا. انا عندي مثلا مادة جغرافيا. انا اذاكر الجغرافيا للجغرافيا عشان انمي العلم ده عندي مهاراتي فيها عشان اكتسب اه يعني المعارف اللي بداخلها. صح. فحبا فيها مش عشان امتحن. اللي بيعمل كده هيعمل ايه? هيلاقي نفسه مثلا بيلاقي معلومة الله عجبتني جدا. فانا بعمل ايه? كيف تتعلم. فبحث عن المزيد عنها. كيف تتعلم. وهو حافظ. ايه. لا انا افاهم وعندي معرفة جيدة وبالتالي برضو نقطة هنا الثقافة مهمة جدا. هتفيد كتير جدا. بزبط. اه. اللي مش عايز يقلق في الفترة اللي جاية يحاول بقدر امجان ينمي. يصقف. يقرأ كتير. ايه. يتابع الاحداث. يحاول يكون رأي خاص بيه منفرد. بزبط. فاي امر من الامور. اه. لان النقد والتحليل حيبقى جزء من اه الاسلوب الجديد في التحليل. بزبط. اه. اسلوب النقد والتحليل اه طبعا هنا اللي هو النقد الايجابي. اه. الايجابية. الدافعية اللي عنده الطلاب. الدافعية اللي عنده اولياء الامور. خلاص. مفيش قولة رفض بقى هو التعلم الجديد. خلاص. حدس حدس. ولازم نستقبله بدافعية واستعداد. وتنظيم وقت زي ما قلنا. وانه اه اولياء الامور يحاولوا بقدر الامكان. بحاولوا بقدر الامكان. يعني 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 يدعموا ولادهم بان هما يسيبوا لهم وقت يبقوا قاعدين معا بقى. كده بنرجع الاسرة ان هي تشارك في التعلم. نعلم ولادنا ازاي يتعلم. يعني انت ازاي تتعلم. مش تتعلم عشان المعلومة انت كده هتخش فيها لمتاحنا اخلاص. لا. ده انت بتتعلم عشان التعلم دلوقتي بقى تعلم تراكمي. المواد كلها بتساعد بعضها. في حاجة اسمها التعلم التكاملي. ان كل المواد بتكمل بعضيها وبتتراكم على بعضيها المعلومات. يعني لما هيجي الاختبارات. الاختبارات هتسأل في معلومات تراكمية من السنوات اللي فاتت. من المعلومات السابقة. مش بتاع دلوقتي. عشان كده بيقولك الانبوك او الانبوك. ولذلك ولذلك يعني انا بحيي الناس اللي هي ما اهتمتش قوي انها تبدأ مذاكرة من دلوقتي. لكن اهتمت انها تأسس نفسها في بعض المواد اللي محتاجة لتأسيس. اللي هي المواد التراكمية. زي اللغات الاجنبية. اللغات. وزي النحوة في اللغة العربية. آآ مبادئ الرياضيات. مبادئ بعض العلوم. كل دي امور هو ممكن الطالب ما يكونش اساسا فتح اي حاجة في المنهج الجديد اللي هو اساسا لسه غير معروف. لكن آآ آآ اسس نفسه او بدأ ياسس نفسه. في اللفات. ده مهم جدا. مهم جدا لانه آآ لو لو بدأتك ب بخلفية آآ متكاملة في الجزء اللي فات. هتقدر الجديد هيبقى سهل جدا. آآ. الجديد هيبقى سهل جدا. وهتقدر تتفاعل. والتفاعل كده هيبقى في آآ برضو فيه وقت للتفاعل. والاسئلة والاجابة. اصل في ناس يقولك ايه ما فيش تفاعل. لا هيبقى في تفاعل. بس طبعا مش زي التفاعل مباشر اللي هيبقى آآ فستو فيس. لكن هيبقى تفاعل من خلال برضو. دكتور حاجة كتير من الناس بتدعي انها فهمة النظام الجديد. ولكن لما تيجي تشوفها بتشرح تلاقيها للأسف ماشية بنفس الاسلوب القديم. فين الجديد اللي عنده حضرتك. آآ هو 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 فعلا هي هتاخد وقت مع الناس. هو مش هتبقى في يوم وليلة. وتلاقي المدرسين الخصوصيين بيعلنوا عن نفسهم يقولك. الشغالين لغاية الوقت يا فندي من نظام القديم. ولا في نظام جديد ولا حاجة يعني اللي هم بيعملوه طول عمرهم. آآ. لسه بيعملوه. آآ. لسه بيعملوه. آآ. لان هم لسه ما 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 عرفوش برضو. الخطوط العريضة بتاعة التعلم الجديد. آآ. لكن الناس بقى اللي هي مسلا معلمين زي زي زمينا كده زي زي زمينا اللي شغالين في التدريبات كمدرب بقى ومدرب وهو اصلا معلم. ده هيبقى سهل جدا انه يشرح بالطريقة الجديدة من دلوقتي. يعني الناس اللي اللي بتخش على الزوم وتخش على المنصات وبتخش على التعلم الإلكتروني. المدربين المحترفين. اللي زي مثلا الزمل اللي في الاكاديمية المهنية للمعلمين. آآ. واللي في الاعداد القيادات التربوية. آآ دول فاهمين او الحيطة وهم اصلا معلمين. آآ. هنلاقي في يعني. دكتور آآ انا عايز اكلم حقيقة في نقطة مهمة وهي ان كتير من الخلاص احنا وصلنا المرحلة بسبب السنوات اللي فاتت والاحداث اللي حصلت فيها. آآ ان بقى آآ سنة دراسية جديدة يعني دروس خصوصية. آآ. والموضوع ما بقاش بس في الشهادات زي ما كان زمان. آآ. الموضوع تقريبا بقى في كل المراحل الدراسية. حتى كي جهت. آآ. آآ. فللأسف الاهل تسببوا ان ابنائهم يتعودوا على ان لازم عشان يعرفوا المعلومة. لازم حد يعلمها لهم. لازم حد يقعدوا كده ويحمسوا ويشجعوا ويتجاوب معاه. آآ آآ طبعا يعني ده خلاهم ان هما ما بقاش آآ يعني عايزين درس في كل المواد. يعايزين ياخدوا دروس خصوصية في كل المواد. دي غلطة يعني آآ آآ بيدفعوا طبعاها غالي. آآ. هتقعد هتقعد فترة ان شاء الله هتقعد فترة آآ آآ بسيطة لغاية لما تختفي الظاهرة ديت. آآ. هي مش هتختفي مرة واحدة لكن لما هيشوفوا آآ آآ المنصات اللي اتعاملت بآجر بآجر من الوزارة وتحدد الأجر في حدود ثلاثين جنيه او عشرين جنيه او اربعين جنيه. هتبص تلاقي حضرتك وطبعا هتدفع. والله بص يعني آآ يعني آآ برضو بغض النظر بقى عن المنصات انا هتكلم في اللي انا عرفه. آآ آآ الناس المتابعين للقناة آآ بيتواصلوا معانا بشكل جيد جدا. وفي ناس كتير جدا بتقول ان هي بعد ما شافت القناة والدروس اللي بفيها. تغني عن كلها. وكفاءة المدرسين اللي بيزهروا على الشاشة. آآ قالوا ان احنا مش هندي اولادنا دروس خصوصية. لا لا. وعايز اقول لحضرتك ان في فئة شش كبيرة. غيرا بقولها علانات علانية. ممتاز. من الناس بيصرخوا. بجد بيصرخوا. بسبب غلق قناة الابتدائي والاعدادي القناة الثانية. آآ. حاجة غريبة جدا. آآ آآ. آآ. هو فعلا يعني التفاعل بالنسبة للمنصات وقنوات تلفزيون الخاصة بالدروس. هي فعلا آآ ناس كتير جدا بتشكر فيها. وهي آآ هي هيفجئوا ان هم فعلا استغنوا عن اي حاجة فيها فلوس. وآآ ان شاء الله ان شاء الله المدرسين الاكفاء يآآ يقولوا كل اللي عندهم بما يرضي لها في المنصات ديت. وما يعني ويعملوا تفاعل مع الاولاد. حضرتك احنا احنا عايزين الناس ما تدفعش فلوس في التعليم اصل. آآ. بالزبط. ولا مليم. بالزبط. انا بدرس من حقي ان انا اخد المعلومة ببلاش. بالزبط. لازم يكون في مسواة. آآ. لجميع التعليم مش تجارة. آآ هي هو هو فعلا احنا عايزين فعلا يعني نلغي ثقافة الدروس الخصوصية ديت اللي الناس بتصرخ منها. لان دي ميزانية كبيرة جدا بتتصرف على الاولاد. وهو المدرس هنا هو المدرس هنا هو. في بلاد يا دكتور في بلاد مفيش حاجة فيها اصلا اسمها مدارس خاصة. آآ اي اي صح. ممنوع ان حد ينشئ اصلا مؤسسة تعليمية تربح منها. آآ آآ انا احييك على الانفعال اللي انت فيه ده. بس يعني آآ افسك نفسك لكن انت فعلا يعني كوليه امر آآ. انا مش وليه امر ولا حاجة بس انا متفاعل مع الناس وبشوف. آآ بالزبط. المعاناة اللي بيعانوها. بالزبط. بالزبط. آآ فعلا المعاناة رهيبة. آآ في ناس بيتفننوا ان هما برضو يفضلوا شغالين في الدروس الحصوصية ديت. بيتفننوا ان هما ما زالوا هيكونوا برضو. بالوقتي آآ. وبيعلنوا عن نفسهم. انا باناشد سيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. آآ يعني يا دكتور طارق آآ احنا طبعا آآ بنحترم حضرتك جدا وبنقدر حضرتك جدا وكنا بندعمك في الكثير من القرارات اللي اتخذتها آآ العام الماضي. آآ يعني انا شخصيا كنت مؤيد جدا لفكرة ان الامتحانات تقام في الموعد اللي السيادتك حددته. وآآ وكنت بلاقي معارضة كتير والناس بتعتقد ان انا يعني اتبع لحضرتك ب يعني بالقدر ما او باخر يعني. لكن طبعا حضرتك تعي جيدا ان ما فيش اي علاقة بيني وبين سيادتك. آآ تقابلنا قليلا بس في عدة مرات آآ عملت مع سيادتك بعض اللقاءات البسيطة اللي حضرتك قد لا تتذكرها. آآ لكن آآ دلوقتي آآ احنا بنتعرض لضغوط كثيرة جدا كبيرة جدا من آآ فئة وشريحة كبيرة من الشعب المصري آآ بيطلبونا بعودة قناة الابتدائي والاعدادي اللي محدش عارف هي آآ ليه توقفت بعد ما آآ سيادتك آآ تكرمت وآآ وتابعت الموضوع وكان فيه تعاون بين اتحاد الازعاء والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم لانشاء هذه القناة واللي هي تفتحت يعني في يوم تقريبا آآ آآ الناس اتعودت عليها والناس استبشرت خير والناس اللي في المرحلة من الابتدائي لحد تلت عدادي آآ كانوا في منتهى السعادة كانوا مبسوطين جدا ومبسوطين بالمادة المقدمة وال والجهود اللي بتبذل فيها وحضرتك عارف ان كانت كلها جهود تطوعية آآ فجأة آآ الناس كانت دخل سنة جديدة وآآ آآ فرحانين يعني فرح حاجة هدية آآ آآ يعني سيادتك ادتهالهم مع طبعا المسؤولين في اتحاد الازعاء والتلفزيون فجأة لقوها بتتخذ منهم آآ هيعملوا ايه يعني في ناس فعلا آآ ممكن ما تكونش قادرة ان هي تدي اولادها دروس في كل مواد عايزين يفهموا ايه الحكاية طب آآ طب يعني ازا كان حتى في منصات بتقام ففي فئة ما تقدرش حتى مبلغ حتى ولو كان مبلغ تافه مبلغ البسيط ده ممكن ما ما يكونش متاح ليهم مش بس المبلغ ال 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 الوسائل نفسها آآ مش متوفرة عندهم ان يكون عندهم جاس كمبيوتر ولا ولا انترنت وما عندكش فكرة سيادتك يعني الباقة دي بتمثل معاناة عند كثير من الطلاب الباقة اللي ممكن تكون بعشرة جنيه دي آآ ممكن بتمثل معاناة انا بشوف ناس بتسأل عن الكتب آآ الخارجية بيسألوا زمالهم الكتاب الخارجي ده بكام فبيقولولهم مثلا بـ 52 جنيه طب ممكن تصوروا لي الدرس الاول لحد ما ربنا يسهل ويبقى معايا فلوس واجيب الكتاب هو فيه اصعب من كده ففي ناس تعبانة في ناس ما تقدرش في ناس عايزة تستفيد من الخدمة الجليلة اللي بتقدمها القنوات التعليمية آآ ويعني اتمنى ان سيادتك آآ تبحث في الامر آآ قد تكون سيادتك بعيدة عن الموضوع لكن ارجو ان سيادتك تبحث في الامر وتشوف مدى احتياج الناس لهذه القناة وحضرتك تعي جيدا ان احنا شغالين في قناتنا عادي يعني ما فيش اي حاجة اضافية بتضاف لنا من هذه القناة احنا بنتكلم من منطلق حرصنا آآ على آآ يعني الناس وعلى آآ احتياجات الناس ودي حاجة ضرورية جدا يعني اتمنى ان سيادتك تبحث في هذا الامر تشوف آآ 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 الصراخات اللي بتصلنا من الناس بسبب غلق قنات الابتدائي والاعدادي القناة آآ الثانية التعليمية الثانية وسيادتك تقرر آآ يعني انا متأكد ان سيادتك رجل آآ على قدر كبير آآ من العلم والمعرفة واليمكن بتحارب بشكل غير عادي انك آآ يعني تحاول انك تغير في عقول الناس بما يتناسب مع معطيات العصر الحديث فاتمنى ان حضرتك يعني تقف بجانب هذه الفئة هذه الشريحة الكبيرة من الناس في مصر اللي محتاجة لهذه القناة ومش بس محتاجها كآآ كقناعة عادية محتاجها كمان محتاجين ان احنا كمان نطورها هناك يعني آآ حاجة ربما لمزيد من القنوات التعليمية في ناس بتسألنا بتقول لنا انتو ليه مش بتهتموا بالتعليم الفني التعليم الفني فينه في احنا آآ انتو بس بتهتموا بالتعليم الفني تقدمونا دروس لما تخلص السنوية العامة والاعدادية وتبدأوا تهتموا بينا فين التعليم الفني كان زمان في سبع قنوات تعليمية اي 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 فجأة بقت قناة رجعت تاني قناة تانية بس يعني ما عارفش ايه اللي حصل بقى وتشايا بقت قناة واحدة طب القناة يا جماعة يعني آآ احنا كقناة تعليمية حنجيب مساحة منين لكل السنوات الدراسية والتعليم الفني حنجيب مساحة منين ومش بس عايزين نعمل مقتطفات يعني احنا مش عايزين نفرحكم ان احنا بنقدم برامج تعليمية احنا عايزين نقدمها صح بالضبط احيي حضرتك واشكرك جدا انا بالنيابة عن اولياء الامور وعن التربويين كفرض من المجتمع احييك يا استاذ ياسر على هذه المطالبة وانا اؤيدك في هذا سيادة الوزير يريد حضرتك تبحث في الامر والستاذ دكتور رضا حجازي ده صديق عزيز واخ واستاذنا يريد تبحثه في هذا الامر ترجع الامور كما كانت للتعليم التدائي والتعليم الاعدادي ونشوف ايه ايه موضوع القنوات اللي اتقافلت ديت بقدر الامكان لان فعلا فيه ناس غير قادرة وخاصة فيه التعلم الجديد دوت لان خلاص مش قادرة مش هتقدر تجيب باقة مش هتقدر تاخد دروس مش هتقدر تدفع حاجة وفيه ناس هتبتزها فاحيي حضرتك يا استاذ ياسر على هذه المطالبة وانا آآ قابلك آآ فعلا بطالب برجوع هذه القنوات بقدر الامكان للتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم الفني اللي اللي مهمة اللي عندنا. تمام آآ كمان يعني احنا في في ظل الظروف مرنا قبل كده بظروف كثيرة. نعم. لما بنقع في مشكلة بيبقى الملجأ والمعين هو القاناة التعليمية. طب يعني احنا مش عارفين لسه هذا البندامك الوباء المنتشر ده هيستمر لحد امتى? ايه. مش عارفين هل هيبقى فيه موجة تانية? ايه. ولا لأ? اه. طيب ما هو يعني هو احنا لازم نقع في المشكلة عشان نبتدي نحلها طب ما نستعدلها. ولذلك هي خطة الوزارة اللي انا متوقعه طبعا من من كفاءات زي اللي في الوزارة زي الدكتور آآ طريق شوقي والدكتور رضح جازي والزملاء الاعزاء انه هيبقى فيه آآ اقطر من خطة. لو كورونا زادت ورجعت وهكذا لو ما استمرتش لو استمرت هنا هيبقى فيه اتجاه وهنا فيه اتجاه اكيد هيظهر في الاسبوع ده بعد ما هتنزل المخطط الكبير للوزارة اكيد هيبقى فيه يا كده يا اما لو حصل كده يبقى هيبقى فيه اكيد مخططين تلات مخططات للسنة الدراسية هتمشي ازاي لاي ظروف هتحصل. وده يبقى حطي في الحزبان ما نستعجلش على خروج القرارات الا فعلا لما ندرسها كويس جدا نشوف هدف اتنين وتلاتة وهكذا. يعني وضحنا الجزئية دي آآ لكن النقطة اللي برضو نحب نأكد عليها ان احنا ازاي بقى نتعامل بزكاء. اي. ازاي نتعامل بزكاء مع الظروف اللي بنقع فيها ايا كانت هي. اي. اي. ونخرج مستفدين منها. اه اعمال العقل في اي ظروف جاية مهم جدا لازم كل واحد يبقى قدامه تضطر من مخطط للأياب اللي جاية. لو الايام اللي جاية ديت انا كوليه امر. لو الايام اللي جاية دي مسلا جات كورونا وقفلت والمدارس رجعت زي الاول وما فيش مدارس وما فيش وما فيش. هنعمل ايه. فوليه الامر لازم يحط دايه قدامه. الطالب لازم يكون عنده دافعية انه سنة هتمر هتمر. هيزكر ازاي? هيزاكر بالطريقة دي. طب لو كانت في كورونا هيزاكر ازاي بالطريقة دي? يبقى لازم الطالب يكون عنده دفعية واستعداد انه بزكاؤه هيقدر يتخطى المرحلة باي اسلوب زي ما كانوا الأول المتخوفين والآخر اتطمنوا بعد الامتحانات برضو دلوقتي اتطمنوا انتوا كل ما يكون عندكم دفعية كل ما يكون عندكم استعدادات كل ما يكون عندكم اعمال العقل في ظروف اللي جاية ازاي هتعدي هتقدر تعدي منها محدش يستطعب الامور كله هيعدي وهيعدي ان شاء الله بالعزيمة والقوية وتضافر كل اولياء الامور مع اولادهم مع المعلمين ومع الوزارة ومع القيادات التعليمية الموجودة باذن الله يبقى كلهم ايد واحدة ويعني ويبقى في رأفة من المعلمين ومن القادة لمسكين المدارس مع معلمينهم وازاي هم يتعاملوا مع اولياء الامور ويعذروا اولياء الامور اذا كان في بعض الانفعالات وخفهم على اولادهم برضو ده استعمال الزكاء الانفعالي مهم جدا في انك ازاي تتعامل مع الاخر تمسك نفسك بقدر الامكان لان قد يكون الزكاء الانفعالي لو خن هنفقد حاجة كتير جدا الطالب لازم يكون عنده امفعالات متوسطة الاباء والامهات عندهم امفعالات متوسطة القادة المعلمين كل الخبراء لابد ان احنا نستعمل اعمال العقل واكتر من خطة نحطها استنادي ازاي هتمر لو مرت كده هتمشي ازاي لو مرت كده هتمشي ازاي لو فيه كتب هتمشي ازاي لو فيه منصات هتمشي ازاي لو قعدنا في البيت خالص مفيش مدارس هتمشي ازاي لو رحنا يومين او تلاتة او اربعة هتمشي ازاي لابد ان نبقى فيه قاعدين كل الاسر قاعدة الوقت بتخطط لأولادها استنى دي هتمشي علينا ازاي هم يستنوا بس للإسبوع ده ويشوف الوزارة بدأت تنزل المخطط بتاع الوزارة عامل ازاي ويبدأوا بقى بزكاء كده يعني يتفعلوا مع المواقف اللي جاية وما يبقاش فيه رفض لان ده بينعكس على أولادنا لما أولياء الأمور هتمفعل وهيبقى فيه رفض وفيه بعض الاعتراضات كل ده بينعكس على أولادنا وأولادنا سمعين وشايفين وهكذا فيقول لك خلاص هو بابا بيقول كده غلط وماما بتقول كده غلط وكده ما يصحش والمعلمين برضو زعلنين والمعلمين بيقولوا لأ كده غلط فكل ده بينعكس على طلبنا وبيخلي الدفعية عندهم تقل وبيخلي عندهم الاستعدادات عندهم تهبط ويحصل لهم ما يسمى بفقد الأمل أو الألأ اللي أكتر من اللازم اللي خليهم يخشوا فيه عملية اضطراب في شخصيتهم وده هيأثر عليهم بالسلب في السنة الدراسية فدي مهمة جدا أنه بنطمن أولياء الأمور لو سمحتوا لو سمحتوا السنة هتمشي زي الفل باستعداداتكو بدافعاتكو بتعزيز من نوكو لأولادكو عززوا أولادكو عززوه داخليا وخارجيا خلوه يقبل على الأيام اللي جاية بأنه هو راضي حيثة الرضا وأنه هي هتعدي هتعدي فبدالما تعدي وعندنا الفعلات وعندنا خوف وعندنا الترباط لا هتعدي وعندنا إطمئنان وعندنا سكينة وعندنا تعاون مع بعضنا وإخاء ومحبة وهكذا دايما بقول إن هي الحياة كده عبارة عن أزمات بنتعرض لها وبنعديها يعني كل حاجة بتعدي الحمد لله بس لما تعدي كده وإحنا ما استفدناش منها ما تعلمناش منها يبقى احنا كده بنوقع نفسنا في مشاكل كثيرة جدا في الحياة وفي بداية اللقاء كلمت على إنه الضربة اللي ما توجعش بتقوي حتى في الثقافة الإنجليزية مش هنقول بقى معلمين أو أولئة أمور هنقول الطلبة الطلبة لما لقوا نفسهم فعلا العملية يعني مسكت عليهم جامد والعملية بقت صعبة اضطروا إنه هو على الأل يعرف يعني إيه بحث يعرف يعني مهارات البحث عاملة إزاي حتى لو تفرج على حد بيعملها له بلاش هو اللي عملها مثلا بدأ يعني يمشي مع الموجة ويقدر يتحدى الصعاب لدرجة إنه حس بعد كده إنه الله ده لولة الزنة اللي إحنا زنانها ديات احتمال ما كناش نجحنا السنة دي يعني لو كنا دخلنا بتحانات عادية قد يكون نسبة للرسوب كانت أعلى من نسبة الرسوب بعد حضرتك يا الفكرة مش إن أنا بمبسوط إن أنا نجحت وإنا ما استحقش إن أنا أنجح لا استفاد إيه هو أنا لو حتى نجحت السنة دي وما استحقش إن أنا أنجح هتوقع السنة دي هتوقع السنة دي بعد كده فهو عشان كنا عملت تأسيس مهمة جدا زي بحرارك قلت فدي برضو نقطة الأهالي اللي كانت بتشجع أبنائها إن هي تروح لمدرس عشان يعمل لها البحث بتاعها ويددولوا فلوس أنتوا كده بتعلموا أولادكم إيه بالزبط فهي فعلا هي عايزة الفررة دي أسس أسس كويش احنا قدامنا أكتر من شهر قبل الدراسة اللي واقع في مادة فيها تراكمات يقدر يتأسس فيها من الأول بتاع تالتة إعدادي لو راجع رياضيات أولى إعدادي وتاني إعدادي هيبقى قوي بتالتة إعدادي وهكذا بتاع السنة والسنة كافية يعني الناس اللي شايفة غيرها بدأوا هي ما بدأتش يا جماعة ما تنزعجوش آآ السنة كافية جدا آآ آآ يعني حاولوا تاخدوها جد ما تضيعوش وقتكو لما تبدأوا فيها يا أستاذ ياسب انت فاكر حضرتك كنا عملنا حلقة عن مهارات المذاكرة آآ وقلنا إن مئة مئتين وعشرين ساعة في السنة يخلصوا كورس السنوية عامة لو لو الطالب زاكر أربع ساعات في اليوم من الطمانتاشا ساعات هي فكرة الساعات هي فكرة التركيز في الوقت اللي بعد أزاكر فيه ايوة تنظيم وقته لو هو ازاكر أربع ساعات والأفكار اللي باستخدمها يعني أنا محتاج استراتيجيات بزبط خطة دي ازاي اكتبها ازاي ادوينها ازاي عندي ويمكن عايزة اقول لحضرتك على حاجة كان فيه فكر فكرة الفكرة اللي لما قلت الحقيقة عليها ايه رأيك فيها عجبتك اللي هي فكرة الصبورة إن كل واحد يبقى في قط الصبورة ويذكر عليها يعلم عشان كلا يفكر نفسه بحاجات عارف الفكرة دي الفكرة دي الفكرة دي في ناس تواصلوا معي قالول إنها نفزوها وعجبتهم جدا واستفادوا منها جدا طيب احنا معنا تليفون معنا تليفون عليكم السلام اهلا سوزان اهلا سوزان وعنا كنت مأزلي وغدا السنة اللي خط امتحنت السنة اللي فاكت ومعي تراتي مواد السنة دي مش ععطة اللي امتحانها يفقات منزامه ايه آه حاضر. آه حاضر. آآآ آآ آآآآ آآآآآآ 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 بزرني الزمleich أي أسئلة ثانية؟ فراق abort. شكرا لك. شكرا لك يا سوزان. بص يا سوزان. السنة اللي جاء ان شاء الله ديت هيبقى فيها نظامين. النظام اللي انت كنت فيه هيفضل هو السنة دي. ودي آخر سنة ليها. ما شي هناك نظام ثاني. يبطلون لديك ثلاث مواد. هتطلعي بيهم وهتذكريهم عادي وهيبقى الامتحان بتاعك ورقي زي الامتحان اللي انت امتحنتيه السنة دي عادي. وهيبقى فيه لك يبقى سمايه الجداد دول هيمتحنه اللي هو ايه الامتحانات الالكترونية العادية. يعني اذا هيبقى فيه نظامين. نظام الورقي والنظام الالكتروني. النظام الورقي اللي هو ينطبق عليك وعلى اللي زيك مثلا اللي عنده مواد حتى لو ما اجلها او ما ما حضرهاش ايه برضو هيبتحن امتحان ورقي. طمين ان شاء الله باذن الله. آه تمام. شكرا. نرجع تاني لكلامنا. يعني طبعا آآ آآ الفترة دي محتاجين ان احنا نستعد نفسيا ونستعد بقى بالوسائل اللي هتساعدنا في المذاكرة. قلنا فكرة الصبورة آآ في افكار تانية مثلا من خلال مواقع التواصل آآ الاجتماعي بنزاكر مع بعض بنحل مع بعض الحاجات المهمة. طبعا آآ انا ما ما عنديش مشكلة في استخدام الطلاب لوسائل التواصل الاجتماعي بشرط ان هم يكونوا مركزين فيها بس ما تكونش مصدر للتسلية والآآ والرغي في امور لا انا داخل آآ زاكر يبقى زاكر. آآ آآ اي حد يلهيني لا مش عايزه. يبقى يبقى فرصة فرصة آآ آآ نكمل بقى الجزء بتاع آآ مهارات المذاكرة في عشان يريح الولاد ناحية نفسية احنا كنا تكلمنا عن المهارات كلها. بس دي كانت طبعا الحلقة ما قضيتش اللي هو عمل الجدول بتعمله ازاي بالساعات. آآ يعني هدي لحضراتكو امثلة مثلا لطلاب السنوية العام. انت عندك في اللغة العربية سمي يعني فروع اللغة العربية بارقام. مثلا آآ نحو واحد. الكراءة اتنين. النصوص التلاتة. البلغة والادب اربعة. التعبير اه خمسة. اللي هي يعني عندك ست آآ ست فروع في العربية. يبقى هتقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هتخش على الانجليزي. سبعة تمانية تسع عاشرة. اللي هو الكتاب الجرامر وهكذا. سمي دي بارقام. وبعد كده حط كل يوم اربع ارقام. مثلا واحد وسبعة وتلاتاشر وهكذا. تلاتاشر مسلا طلع. يعني هتبقى ارقام. هتبقى جدول هتبقى ممتازة جدا يعني لو زاكل اربع ست. هي فكرة تخطيط. هي فكرة تخطيط بشكل عيد. تمام. طب احنا معنا تليفون. فضل. عليه وسلم عليكم. عليه السلام. إذ некоторLY حضرتك قلب. اهلا والسلام بحضرتك. لو سات اليدس ب做 صغيرة. اهلا. قدم نفسك طيب. انا محمد. اهلا اهلا محمد. اهلا محمد فضل. حريك سنقام ولا طالب ولا ولا وليه امر. لا تلتة سنوات. تلت سنوات. اهلا عم حضرت. اهلا بك فلنا. لو طمحت كنت اه عايدة تفضل بس عن الحاجة. بالنسبة للتنسيق اه بقى الجديد ولا القديم? ولا عرف التنسيق السنة دي? التجديد بيقول ايه? التجديد? تنسيق. تنسيق. اه. تنسيق. اه. تنسيق. اه. تنسيق. اه تنسيق بتاع السنة دي. تليق اه الان من التنسيق كده من دلوقتي. معلش يعني. اعرف بيه حاجات لسه لسه ما اتضحيتش. لكن ممكن دكتور حجاج لو عنده معلومة. يعني هو لسه داخل سنوات عامة? ولا? لسه داخل سنوات عامة صح? لا انا. لا اخذت اربع مواد. وعندي ثلاثة. اه. اه. سيزا. اه. فما عايز اعرف بس هل المواد اللي انا دخلها ديدي. التنسيق بتاع الاجمالي. هيبقى عن نظام الجديد ولا عن نظام القديم? اكيد هتبقى هيبقى التنسيق واحد. اصلي دي نسب. نسبة. يعني دي نسب يا ابني. يعني مثلا. هيبقى الجديد? يعني مثلا انت انت مثلا ادبي. انت ادبي? انا علم رياضة. انت علم رياضة. نفترض مثلا هندسة هتاخد من تسعين في المية. سنة جديدة مثلا. تسعين في المية من القديم وهو برضو تسعين في المية من جديد. عادي. بيتحسب لك. بيتحسب لك. عادي. ما فيش التنسيقين هو تنسيق واحد. هو التنسيقين اللي هو التعليم الفني وتنسيق الصانونة العامة ده التنسيقين. لكن انتو بالنسبة لكم صانونة عامة هو تنسيق واحد. عادي. ما فيش قديم مجدد? لا لا ما فيش قديم مجدد. طيب ماشي. شكرا. 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 شكرا فأنا. الفيوم للتوفيق ان شاء الله. تمام. انا بشكرك في ختم الحلقة دكتور احمد حجاج. انا اللي. عندك كلمة سريعة جدا قلها. انا بشكر حضرتك وانا مقدر انفعلاتك في الحلقة النهاردة. انا والله اقسم بالله. يعني خيط طبعا. متخيل ان انا ممكن. لصالح اولياء الامور. في الموضوع اصلا. والله لا انا احييك على هذا. بس الكلام جاء بعضه يعني. وربنا ان شاء الله يكرمك. ويا ولادنا ما تخافوش. اه السنة عادية جدا. ما فهاش اي حاجة. اللي عايز يتفوق يتفوق. الاولياء الامور عليكم التعزيز والدافعية اللي اولادكو شجعوا اولادكو. المدرسين عليكم كده يعني حطوا اولادكو كده يعني قدام عينيكم وانتوا واقفين مع اولاد الناس. يعني انكم صحاب في ناس مش قادرة تاخد حاجة. في ناس مش قادرة تاخد دروس. في ناس مش قادرة تاخد معلومة. اه وانت واقف في الفصل او واقف مع اولادك التق الله. وربنا معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور احمد حجاج الخبير النفسي والتربوي. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدين الكرام يعني اتمنى ان احنا آآ نبتدي سنة جديدة بامل وتفاؤل وطبيعي ان احنا في حياتنا في آآ في في مراحل هذه السنة الجديدة عادي جدا ان احنا نقابل عثرات عادي جدا ان احنا نقابل مطبات لكن نكون مستعدين لها نفسيا محصنين نفسنا من اي آآ حاجة توجهنا عشان نعرف نتغلب عليها. آآ الامور ناخدها بهدوء نتعامل بهدوء احنا عندنا ناس في بلدنا مسؤولين الحمد لله في اشياء كثيرة جدا 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 آآ وقفوا معانا استمعوا الينا شافوا طلباتنا ايه آآ نفذولنا قدر المستطاع اللي احنا عايزينه فيكون عندنا امل وتفاؤل ويكون عندنا ثقة في آآ آآ مسؤولي هذه الدولة ان هما فعلا عايزين نكون دايما في الطريق الصحيح وعايزين آآ يكون الشعب المصري ده احسن واسعد شعب في الدنيا لكن ده مش هيجي منهم بس ده هيجي مننا كلنا كل واحد لدوء